اشتركوا في القناة اني انا اعمل تعليق عليك او توضيح عليك للفائدة اول شيء اليوم تيصلني رسالة الرسالة هاي مفادها انه ابراهيم حزبون اكيد الاغلب بعرفه الاستاذ ابو منير ابراهيم حزبون انه بسرق مني او باخد التوقعات بتاعتي وبحكيها على قناته فهذا الشيء وصلني فطبعا اول اشي اسعدني خلينا نبلش بالاشي المنيح اسعدني انه انا وصلت لمرحلة من العلم هاد او من القدرة على اصال المعلومة زي ابراهيم حزبون او اتشابه انا وابراهيم حزبون او اسمي صغير بجند اسم ابراهيم حزبون في علم الفلك فهذا اشيء اسعدني اللي احزني انه كيف يعني هذا اول اشيء قامة علمية كبيرة في علم الفلك هو اقدم فلك عربي موجود هو تقريبا اللي خلى البذري اللي لاحياء هذا العلم في الوطن العربي كان ابراهيم حزبون طبعا ممكن في ناس ما سمعت فيه او ناس ما بتعرفوا فانا حاب احكي لكم نبذي عن ابراهيم حزبون ورح احطي لكم رابط القناة لانه اخيرا الختيار زي ما وصفته اليوم انا برضو قرار انه يعمل قناة يوتيوب ويعمل فيها عصارة علمه بطريقة سلسة بسيطة الكل بفهمها وبتعلم منها علم الفلك على اليوتيوب طبعا هو طول عمره ما بين اذاعات ما بين اذاعة منتكارلو وما زال في اذاعة منتكارلو كل يوم صباحا كثير من الناس بتكون جنب الاذاعة عشان تسمع توقعات ابراهيم حزبون الى متابعين من كل العالم مش بس من الوطن العربي يعني حتى من البلدان اللي ما بتكون اللغة العربية في ناس تعلمت لاجل انها تسمع ابراهيم حزبون يعني ممكن دوله هاي مبالغة من سعيد مناع لا الاستاذ ابراهيم حزبون لا الاستاذ ابراهيم حزبون لو اعمل عشرين حلقة سلسلة متتالية هيك وانا احكي لكو عنه ما رح اوفي حقه لأسباب طبعا اول ما عشقت انا علم الفلك كان عشقي بسبب ابراهيم حزبون لانه هو اول من خلاني التفت لهذا العلم واعشق هذا العلم واصر على اني اتعلم هذا العلم وهذا الحكي يعني في السبعينات شوفوا يعني امتى فكان الموضوع مش سهل كان الموضوع صعب وخصوصا انه كان فيش كتب فيش قراءة فيش انترنت فيش اي اشي فبتضطر انك انت تقعد جنب الراديو تفتح كل يوم بالايام اللي كان يعمل فيها البث المباشر تسمع كيف بيحلل ان كان بعلم الفلك او بعلم النومورولوجي فهو بارع بالعلمين وطبعا واشياء اخرى فخلاني انا احب العلم هذا بعد ما حبيت العلم هذا ومع استمراري سماعه عشقته كشخص وعشقت علم الفلك اثنين اعجبني ولفت انتباهي طريقة القاءه بالاذاعة اللي هي الطريقة المبسطة الطريقة الخفيفة الطريقة اللطيفة اللي بتدخل للقلب برضو خلاني انا اتعلم كيف اوصل المعلومة بكل بساطة وبكل ادب واحترام كأنه المستمع هذا شايفني فهذا خلاني ناجح الحمد لله رب العالمين في مجال الاذاعة وكل البرامج اللي انا قدمتها على اذاعات او تلفزيونات او او الى ما لا نهاية حتى في الدبلج والمنتاج والتعليم تعليم الالقاء والى ما لا نهاية طيح الان اللي موجودين على الساحة كلهم قاطبة انا مش اول مرة بتكلم عن الاستاذ ابراهيم حزبون انا عملت اكثر من فيديو تحدثت فيهن عنه عن علمه لكن الان انا بدي عشان انتوا اتابعوا لانه بما انه عمل قناة على اليوتيوب معناته فيه اشياء منتظرة وفيه اشياء رح يعلمك اياها فيه اشياء رح تتعلموها ببساطة وانا يمكن اقولكم اني انا رح اتابعوا حتى لو بعرف المعلومات ممكن يغلط هيك مرة ويطلع معلومة انا ما بعرفها فاتعلمها هاي القناة اسمها ابراهيم حزبون باللغة الانجليزية رح يحط لكم الرابط في صندوق الوصف عشان تروحوا وتابعوها وتسمعوا ونزل اليوم اطلعت على القناة منزل حلقات عن الكواكب وتأثيرها في البيوت وتأثيرها في الابراج وتأثيرها عند التراجع فرح تستفيدوا بشكل كبير من هاي المسألة طيب الان نيجي نقول كيف ابراهيم حزبون باخذ من سعيد او كيف سعيد باخذ من ابراهيم حزبون شو السبب يعني انه وصل المستمع انه او المتلقي انه يقول انه احنا منوخذ من بعض يمكن اني انا شوي لاني عشقته او عشقت هذا العلم من خلاله اصار اسلوب مؤثر فيه مش اسلوب انا مؤثر فيه وعشان اكون واضح هذا واحد اثنين انه هذا علم ثابت يعني هاد ما فيش مجال انه لا انا ألعب فيه ولا الاستاذ ابراهيم حزبون يلعب فيه على مزاجه او على هواه هذه قراءة تحليلية واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي اربعة فانا لو اجيت اربعة وطلع ابراهيم حزبون يا الاربعة مش معنى هذا لا ابراهيم حزبون سرق مني ولا انا سرقت من ابراهيم حزبون لانه احنا حكينا معادلة صحيحة وطلعنا بالنتيجة الصحيحة اللي احنا ارتين عليها من مصدر العلم اللي احنا تعلمنا انه بده تطلع النتيجة اربعة فمعناها لا انا اخدت منه ولا هو اخذ مني ولكن احنا اثنين اتعلمنا علم صحيح وطلعت عندنا نفس النتائج ممكن انا بنزل اشياء قبل ما هو ينزلها ممكن هو ينزل اشياء قبل ما او بمجمل الكلمات او بشو مكان مش معناها انه احنا بناخذ من بعض هي معناها دقة وتشابه العلم عند الطرفين وصلت المعلومة فاذا اجى شخص تخالف معنى بالتحليل معناته ما باجي انا طرفين هذول هو طرف واحد معناته الخلل عند الطرف الثالث مش الخلل عند الطرفين هذول لكن لو اجع عشرة تشابه بالرأي وبرضو انا بقولك رح يكونوا غلطانين لانه مبني على سرقة فكلهم باخدوا من منبع واحد سرقوا من نفس المنبع هذا فبيقلدوا بعض وبسرقوا من بعض ولكن يجي يحسب الصحيح فرح يكون صعب عليه انه يحسب الشيء الصحيح عشان هيك حبيت اعمل هاي المداخلة عشان انتو تعرفوا مينه ابو منير تعرفوا شو السبب لانه انا وياه منتشابه بتوقعاتنا او توقعات بتطلع منتشابهة اه الله يعطيه الصحة ويديمه النا اه ويظل نستقي من علمه اه ما حيينا فعشان هيك حبيت اني ادخل المداخلة هاي عشان انه الكل ما يهاجم الاستاذ ابراهيم حزبون او يكتب تعليقات تجرحه اه لانه بيهمني انا وبعز علي كشخص كصديق يعني انه اه يكون له احترام وتقديره فعشان هيك هذا الانسان الوحيد من بين كل الناس اللي موجود على الساحة في علم الفلك وهو اللي انا بقولكو تابعوه و اشتركوا بقناته تابعوه على الفيسبوك اه ما رح تندموا رح تستفيدوا بشكل كبير ممكن انا اتأخر عن شيء ولكن هو صدق للامور وان شاء الله انه رح يعطينا اكثر واكثر من الشيء الموجود عنده طيب خلينا نروح على بعض الاسئلة عشان ما اطيل عليكو باتفكروا بعدين ابراهيم حزبون دفع لمصاري اه وانا بعمله دعاية او انا بهزله دنب على سازنا تقرب منه الله يحميه ويديم عليه صحته والله لا هو بحاجتي ولا اه انا بحاجته يعني الحمد لله رب العالمين ولكن يجمعنا شيء محبة بالله صداقة احترام تقدير من عندي ومتمنى انه يكون من عنده كمان وان شاء الله اذا قدر الله انه يوم التقيت فيه وانزلت على فلسطين على بيت لحم تحديدا والتقيت فيه رح اسجل معاه انا مقابلة يعني رح اتشرف انه اسجل معاه مقابلة ورح ابثه على قناتي لاجل انه تتعلموا من بعض الامور حتى على المستوى الحوار والنقاش مع اصحاب العلم كنوع من انواع يعني تعليم ان شاء الله تعالى طيب خلينا نروح اول اشي على الاسئلة سريعا في عندي اكمن سؤال في شخص علق طبعا ما بدي ارد عليه بعنف زي اللي يبلو لكن هذا الشخص تقريبا يعني اكثر من مرة علق يعني مش اول مرة ازهقنا من المقدم الثقيلة عشان احنا انا طلبت منكو نوع من انواع انكو تجمع يعني زي احصاء رأيكو عساس بالنسبة للحلقات اتفقنا او لقينا انو الكل بقول لأ حلقة وحدة عشان ما تضيع الحلقة الثانية تاعت الاسئلة وما يقل له المتابعين او ما تقل للمشاهدات واحنا عدد المشاهدات مش كبير فعشان هيك هي راح تضل حلقة وحدة فصديق الي اسمه عبدالعزيز الله يسعده نصحني باني اعكس الحلقة يعني اعكس الحلقة خربطها وان شاء الله بداية الشهر عشان انت ما تضلكش تقول ازهقنا والمقدمة والرغي والامور هذا والكلام لذقيل والمقدمة لذقيلة فراح نريحك من الموضوع هذا راح تصير الحلقة انه من بدايتها راح احكي التوقعات بعدين راح احكي بعديها حركة الكواكب بعد ما نحكي التوقعات لاللي بيحب انه يتابع الباقي اللي هي الزوايا الفلكية والتحركات الفلكية والامور هاي بتصير بعض التوقعات يعني التوقعات نعملها انه اول مثلا عشرة او اثناش خمسة عشر دقيقة توقعات بعدين منحكي الزوايا الفلكية وتأثيراتها والحركة الفلكية واخر الحلقة طبعا للناس اللي زي حالاتي اللي بيحبوا الرغي كثير وبيحبوا يسمعوني وانا بحب اتحاور انا وياهم منخلي الاجابة على الاسئلة والمواضيع اللي هي طبعا بتهمش اللي زي هذا الشخص المحترم فهي بتهم الاشخاص اللي زي حالاتي اللي هم اللي بيحبوا الرغي فما نخلي لهم الاجابة على الاسئلة في اخر الحلقة ما نخليها عشرة ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة قد ما منقدر منرغي منحكي ما احنا قاعدين وان شاء الله انه في بوادر خير انه الفترة القادمة يعني ممكن الشهر القادم او اللي وراه يصير فيه نوع من انواع التعديل على حلقات انه نكون اما بث مباشر او انه نعمل حلقات هي الاغلب رح تكون بث مباشر رح يكون لو كل اسبوع وكل اسبوعين حلقة واحدة بث مباشر نطلع فيها وناخذ الاسئلة بشكل مباشر وتكون هي حلقة خاصة للاجابة والحوار والنقاش ونشوفوني وجه لوجه مش رح اشوفك وجه لوجه بس كاني شايفكو زيادة فما رح اخذ كثير من الاسئلة فيه هو سؤال واحد اللي رح اخذ فيه لانه نسأل كثير وانا خجلان من الاشخاص اللي سألوا هذا السؤال وما قدرت اجاوبهم بالفترة الماضية لضيق الوقت انه الاشخاص اللي بنولدوا بين برجين يعني اللي بنولدوا في اخر يوم وهذا اليوم احنا منسميه يوم انتقالي للشمس فبعرفوش هم اخذوا ممكن الشمس تنتقل في ساعة الظهر فمولوده الصبح بكون البرج مثلا نقول الحوت ومولود ما بعد الظهر بصير حمل او بكون مثلا سرطان وبعدين بصير اسد فهدول اللي بنولدوا في هذا اليوم بقولك انه احنا كيف بدنا نحدد يعني كيف اننا نعرف طب انا بشوف صفاتي يعني بتنطبق على البرج اللي وراه يعني انا مولود السرطان ولكن بشوف صفات الاسد بتنطبق علي او مولود الثور بشوف الجوزاء بنطبق علي اكثر من الثور او باخذ من البرجين هو صحيح انت بتاخذ من البرجين هذا كلام صحيح وعشان تحدد برجك صحيح لازم تكتب تاريخ ميلادك كامل اول شيء هذا اول بند ممكن من خلاله نحدد انه الشمس انتقلت او ما انتقلت وشو البرج تاعك اما تحدد لي التاريخ طب ما هو التاريخ هو اللي فيه المشكلة يعني التاريخ نفسه هو اللي فيه المشكلة انه ممكن الفجر انتقلت ممكن الظهر انتقلت ممكن ساعة الغروب انتقلت فهذا الاشي رح يتوهك ويتوهن ما رح اقدر اعطيك انا جواب على الموضوع ولكن لما تكتب لي التاريخ كامل اليوم والشهر والسنة ممكن انا اقدر احدد لك اقول لك انه من ساعة كذا لساعة كذا بيكون البرج كذا ومن الساعة كذا لساعة كذا بيكون البرج الثاني او البرج الاخر فلازم انه يكون في عندي تاريخ الميلاد لان اذا توفرت ساعة الميلاد بيكون افضل وافضل لانه ساعة الميلاد انا بحدد لك اياه وبحدد لك الطالع لانه خلص انعرف هيك انتقل ما انتقل حتى اللي بيكون برجهم القمري أو اللي بتسموه أنت برجك القمري أو القمر وين موجود ممكن يجي القمر في لحظة خلوم مسار أو في لحظة انتقال فأنت ما تعرف في النهار ممكن ينتقل من برج لبرج فما تعرف أنه هو هون كان موجود ولا في هذا البرج فإذا ما تحدد التاريخ كامل وما تحدد ساعة الميلاد ما بقدر أنا أعطيك الجواب على هاي المعلومة يعني تعطيني مثلا عشرين اثنين أو عشرين ثلاث طيب أنا شو بعرفني ما بقدر أعطيك جواب لكن دولي السنة بقولك أنه انتقلت ولا ما انتقلت وصلت المعلومة أما بالنسبة للصفات فبالنسبة للصفات هاي إلها موضوع كبير أنك أنت بتأخذ من البرجين صحيح ولكن بكون برجك هو الأساس اللي الشمس بتكون موجود فيه هذا واحد اثنين شو سبب العشريات انتو بتعرفوا شو معناها عشان بس أنا أعطي معلومة يعني لما نجي نقول العشرية أولى عشرية ثانية عشرية ثالثة طب وهو نفس البرج ليش يتقسم العشريات طبعا كثير من الأشخاص ما رح يعرف الجواب لأنه كل عشرية بحكمها كوكب يعني كل عشر أيام في كوكب هو اللي بأثر عليها فعشان هيك الصفات عند الموليد العشرية الأولى تختلف عن الثانية تختلف على الثالثة مثال خليني أعطيكو أضرب لكم مثلا بما أنه إحنا الآن في فترة برج الجوزاء فخليني نحكي عن برج الجوزاء مثلا لما نجي نقول من واحد وعشرين خمسة لواحد وثلاثين خمسة هاي عشرية طب هاي العشرية بتتأثر تأثير مزدوج من عطارد يعني عطارد هو اللي بأثر على الشخصية على أصحاب العشرية هاي مزدوج عطارد كبرج كامل هو كوكبه وكعشرية بأثر عليهم عشان هيك بتلاقي موليد العشرية الأولى هدولا عندهم المعرفة أكثر وحب للمعرفة عندهم الحركة القدرة الفكرية قوة التعبير يعني بتكون عندهم قوية العشرية الثانية اللي هي بتيجي من واحد ستة لغاية عشرة ستة فهدولا بيجي كوكب عطارد كبرج ولكن للعشرية كوكب الزهرة فعشان هيك بتلاقي بيجمعوا بين الفكر والعاطفة وبيتمتعوا بالجراءة طيب العشرية الثالثة اللي هي من 11 ستة لواحد وعشرين ستة هدولا بيجي عطارد وبيجي زحل بيأثر برضو على العشرية وفي علماء فلك قالوا لا بيجي عطارد يعني بيتأثروا من عطارد وبيتأثروا من زحل وأورانوس يعني ثلاث كواكب هي اللي بيتأثر على موليد العشرية الثالثة عشان هيك هدولا بيكون عندهم دماغ نشط كثير لحد العبقرية أحيانا فالعشرية إلها معنى وإلها دلالاتها وإن شاء الله أنه بالفترة القادمة رح نحكي عن العشريات يعني لو كل حلقة حكينا عن يعني إذا عجبكم الموضوع هذا تعرفوا عن العشريات لو كل حلقة مثلا حكينا عن ثلاث أبراج أربع أبراج في المقدمة يعني ثلاث حلقات أو أربع حلقات منكون أنهينا عن العشريات ولكل العرف كل برج وإيش عشرياته إيش الكواكب وإيش الصفات المميزة اللي بتعطيها للشخص بما أنه طولنا بالرغي فبكفي أعتقد خلينا نروح على حلقتنا اليوم نروح على التوقعات اليومية طبعا اليوم توقعتنا ليوم الجمعة ومنقول جمعة مباركة إن شاء الله وربنا يتقبل منكم الطاعات الجمعة 18 حزيران 18 ستة القمر طبعا اليوم رح يتنقل ما بين برجين فعشان هيك رح يكون في العذراء في ساعة الصباح رح ينتقل الميزان ولكن هو الآن في منزلة السماك الأعزل وحكينا هاي المنزلة للصلح للدواء للضرر للتصليح رح يمكت فيها لغاية الساعة 58 دقيقة من صباح يوم الجمعة بعدين بده ينتقل ويصير في منزلة الغفر وهي الكنوز والغفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي طبعا بما أنه القمر من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح موجود في العذراء ففي هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو مثلا البدء بحمية أو برنامج دايت للمحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك لا شاردة ولا واردة دون تفحصها نجد أنه عنصر التنظيم بيلعب دور هام في حياتنا في هاي الفترة نشعر أن الناس شوي بخلا بكونوا أو شحيحون في عطاءهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود فعشان هيك ديروا بالكم من الوسواس بالفترة هاي هاي أفضل فترة للتخلص من عداد سيئة زي التدخين أو المهدئات أو شرب الكحول مثلا أو الكحوليات بوسع نقتينة حيوان أليف بالفترة هاي مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا القمر بما أنه رح يكون في خلوة مسار معناته قبل خلوة المسار في زوايا معينة ما زالت موجودة اللي هي مثلا زاوية تثليث أول زاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 2 و 18 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا في أشخاص سألوا أنه زاوية أنت بتقولها بتكون أوجها في ساعة الفجر ليش بتحكيها أولا الزاوية هاي بتأثر طلت النهار يعني أغلبها عشان إحنا بما أنه منحكي عن القمر إحنا فهي بتأخذ مدى طويل من تأثيراتها على حسب بطء وسرعة الكوكب الآخر فعشان هيكي بتكون طيلة النهار بتأثر الزاوية هاي إحنا بنحسبها هيك طيلة النهار بتأثر على جميع الأبراج فبتأخذوها على إنها طيلة النهار ولكن أوجها أو دروتها بتكون في الساعة اللي إحنا بنذكرها بتوقيت جريمج أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وأربعة وخمسين دقيقة صباحا هاي الزاوية يعني القمر أصبح نصف بدر وهاي بتأثر علينا أنا بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر وبين الأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار هي آخر زاوية قبل الانتقال بيبدأ فيها وبينتهي في أول زاوية بتبدأ تشكلها في بعد الانتقال وهي لما القمر بيبطل لشكل زوايا اسمها هاي الفترة فترة خلو المسار وهي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي كنا عقدين النية عليه أو متحدثين فيه أو بادئين فيه قبل خلو المسار هو هذا اللي يصلح طبعاً خلو المسار رح يبدأ من الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة صباحاً القمر بنتقل وبصير في برج الميزان عشان هيك التأثيرات انتقاله على الميزان رح تصير علينا كلنا أو على جميع الأبراج في هاي الفترة هاي الفترة أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضاً إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة أما بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تصير بعد خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة واثنين وثلاثين دقيقة بعد العصر رح تكون هاي زاوية تأثيراتها إنه بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي بما أنه زاوية تسديس إيجابية ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أنه القمر موجود في برج الميزان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد عشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة عشر وواحد وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة حداعش وسبعة وخمسين دقيقة ظهرا لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع زي ما حكينا في البداية عمر ثمان أيام في تمام الساعة تسعة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح تسع أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحسي بنسبة خمسطعش في المية اليوم أما بالنسبة للقمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان حتى يوم عشرين ستة فمنقدر نقول إنه هو سعيد بنسبة ضئيلة جدا ولكن يغلب عليه النحوسة بسبب أول شي زاوية التربيع إنه هو نصف بدر ومرحلة الانتقال مع خلو المسار عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم وعشرين ستة منتحس بنسبة خمسطعش في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسطعش في المية المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم هذا اليوم طبعا هذا الكلام من الآن لغاية ما ينتهي خلو المسار لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأمور بتتغير لأن القمر رح يصير مقابلك تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة حاولوا أنك تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذروا من القطيعة والدعاوة القانونية بهذه الفترة واحذر من الخلافات لأن خصمك بهذه الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح وطبعا ما بيتخلى الحظ المالي عنكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأمور بتتغير لأن القمر رح يصير في البيت السادس فعشان هيك بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتكن تنتبهوا لصحتكم ممكن شوي تتزامن الواجبات عندكم وتصعب وتضطر أنك تعمل ساعات إضافية ووقت إضافي حاذروا برضو من المشاكل الصحية إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي حاولوا أنك تراجعوا طبيب برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن لغاية ساعات الصباح وممكن تجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة في بعض الأمور في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهميش أنك تلطف الأجواء وحاول أنك ترجع العلاقات إلى طبيعتها يعني هاي فترة جيدة للمصالحة بتنال ما بترغب وممكن تنتصر على كثير من الاعتبارات خلال هذا اليوم وممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة هاي الفترة إيجابية وبتدعمك برضو بقوة برج السرطان طبعا النشاط بظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح تنشطوا بالسفر والاتصالات والتنقلات خصوصا القصيرة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار في ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهميش أنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك ولا تفرض رأيك لأن هذه الفترة شوي ممكن تنفهم غلط هذه فترة مناسبة للتنقلات والسفريات وحتى لبعض أمور الاستثمار برج الأسد ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات حاولوا تمتنعوا عن مشتريات غير ضرورية في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات بأنواعها حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك وحاول إنك ما تتردد بالتحرك اتجاه أي شيء أنت بدك إياه وإذا ما زبط كرر المحاولة مرة أخرى برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم وبيزيد النشاط أكثر وممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة الدعاء من مكانتكم الاجتماعية في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إشي أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاول إنك ما تبالغ بمصاريفك حاول تكون معتدل وموضوعي في النقاش وفي المساومة وممكن اليوم تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية أهم شيء زي ما حكينا انتبه لفواتيرك ودفعاتك ولا أموالك حتى من النصابين والمحتالين برج الميزان طبعاً بتظل الأمور ضاغطة عليكم شوي بتحسوا أن الأجواء لسا ما فيها هالقوة فعشان هيك بتكن تنتبهوا لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بيطرأ التغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الصباح من ساعات الصباح بتستعيدوا حماستكم وممكن تنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقالب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب طبعاً بتظل الأجواء الإجتماعية هي اللي مسيطرة عليك لغاية ساعات الصباح ولكن ممكن أنه اليوم اتحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة برضو لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب في الميزان فأهم إشي أنك لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ ممكن أن نطلب منك أنك تحلل الأمور بهدوء وتبتعد عن الأضواء لا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح أي بتلتقوا الأصدقاء وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا النهار بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إشي إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات قدر الإمكان الأجواء جيدة اجتماعيا خلال هذا اليوم فحاول إنك تستغلها برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة يعني بتظل الأمور مثل العيام الماضية وممكن تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ولكن في ساعات الصباح بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة خلال هذا اليوم أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي ممكن يكون يعني الغالب عليها هو نوع من أنواع القلق والتوتر برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وذكاء اليوم حاول إنك تتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك أهم إش إنك ما تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة ومن المحتمل إنه بعض موليد برج الدلو يكون عندهم سفر في هاي الفترة برج الحود يوم مناسب لتعزيز أمور إلها علاقة بالشراكة سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة لأن القمر بظل موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح فعشان هيك برضو ما بنصح في فترة خلو المساء زي ما حكينا أي أمور إلها علاقة بخطبة أو زواج أو توقيع عقل تجاري في ساعات الصباح بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بإعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب خلال هذا اليوم أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر